الجناح في بيروت لم يمنع وضح النهار ولا العطل الذي أصاب مسدس المدعو ألف را من إطلاق النار على المواطن حاء شين ليرديه قتيلا في ثوان معدودة في مكان عمل المغدور حيث كان يبيع المشروبات صور الجريمة الملتقطة من كاميرا مراقبة مزروعة قرب محل عمل المغدور في تاريخ 29-01-2012 تظهر ابن عمة القاتل الذي طلب كاكاو من ألف شين بهدف إلهائه وتظهر شخصا آخر دخل الحمام وثالثا انتظارهم في السيارة فروا جميعا عقب وقوع الجريمة القوى الأمنية استطعت توقف القاتل وشركائه إلا أنها أطلقت صراحهم بعد التحقيق معهم باستثناء مرتكب الجريمة الذي أودع السجن آل القتيل توعدوا بالثأر وقد أنشئت صفحة على موقع الفيسبوك لاستنكار الجريمة ونعي الفيسبوك